قفزت أسعار زيت الزيتون في المغرب بشكل صاروخي حيث تراوحت ما بين 100 و110 دراهم اللتر الواحد ما جعل الإقبال عليه قليل جدا مقارنة مع السنة الماضية وكشف مصدر مهني أن أسعار زيت الزيتون ارتفعت بشكل كبير وهذا الأمر راجع لجنيه قبل موعده بالإضافة إلى الجفاف كما أن قلة الزيت في الزيتون هو السبب الرئيسي في ارتفاع ثمنه بمجموعة من المناطق المغربية وفي إجراء استباقي للحيلولة دون استمرار أسعار زيت الزيتون في الارتفاع أقدمت الحكومة على اتخاذ قرار يقضي بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون الذي ما زال سعره في السوق المغربية مرتفعا